قاعدة در المفاسد مقدمة على جلب المصالح لنفترض أن عندك شيء تريد شرائه وفي شرائه مصلحة ولكن أنت إذا اشتريته ستدخل السجن فتنظر هذه المصلحة مثلا أو اشتريته أي شيء مثلا تفعله في فعله مصلحة وفائدة لك لكن هذه الفائدة نسبتها مثلا 5% 10% لكن إذا فعلته ستدخل السجن الضرر الذي في السجن 90% فأنت تصرح عن نفسك السجن ولا تفعل هذا الفعل مثلا في عندك ربا قد ترتكب ربا قد تفعل ربا الربا فيه مفسدة وتشتري بيتا في رائل بيت فيه مصلحة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح البعد عن الربا مقدم على جلب هذه المصلحة مقدم على جلب المصالحة